المفوضية في هذه اللحظة قامت بعرض النتائج للمحافظات التي تسمعونها كان هذا إعلان المفوضية في تاريخ الحادي عشر من تشرين الأول إعلان أولي قالت المفوضية كلمتها فيه إنها نتائج نزيهة ولم تدخلها شائبة لكن وللحق طريق وللدستور صوت حاضر في أذهان المعترضين ولم يحرموا من حقهم فسلكت اللجنة القضائية طريقها لتحقيق مطلب عد الأصوات من جديد يدويا ورقة ورقة تحقق هذا بالفعل بعد العشر من تشرين الأول ولقرابة عشرين يوما من التدقيق والتمحيص الكلمة الفصل نطق بها القضاء العراقي ووصلت قاعة مجلس الأمن الدولي بصوت أممي بما كشف عن انتخابات لا تزوير فيها ولا يقبل في نتائجها التشكيك مع التبرير ومع تقادم القرارات والإنجازات عظم صوت المسئولية فوق صوت المشككين وحذر العقلاء من محاولات صناعة التأثير الخارجية والمؤيدون للطرح كثيرون والمطالبون بالتغيير مستقلين كانوا أم متحزبين فرغوا إلى تغليب لغة الحوار وإعلان مصير الاقتراع بصناعة برلمان خامس يفتح بابا للديمقراطية التي تبدأ بصناعة وجه جديد للعراق غير ذلك الذي غاب فيه القرار واختلطت فيه الفوضى وعم فيه الغبار وتبقى اللعبة حية ودرجة بعضهم يحرك الحية من الخارج حية يواجهها المتزنون في الداخل بالصعود على درج السياسة بما ترضاه لعبة السياسة حقا وعدلا لا غشا في اللعبة أو إشباعا لرغبات لاعبين لا يريدون غير مصالحهم بعيدا عن مصلحة بلد اسمه العراق ترجمة نانسي قنقر